انواع كلها على بعضها. لا احنا خدنا الموفق. بالنسبة لنا احنا بالوقتي. صف الاول الاعدادي. بقول لك حاجة واحدة بس. انا اقول لساس حاتم. ده بستاني اعرفك. اقول لساس حاتم الاول وبعدين ادخل اقول لك انا كنت بقول ايه دلوقتي. انا ساس حاتم. انا صايد. اقول لساس حاتم. جاهز? تمام. طبع انا كنت بادردش انا والساس حاتم. لو انتم شايفيني كده ان عملا اقول لهم اه ايه ساس حاتم هنديهم ايه. فقال لي انواع الخبر احنا شرحناه. بس فيه جزئية عاوز اركز فيها قوي. وهي الجملة الاسمية عاوز. والجملة الفعلية طبعا كخبر. كنوع خبر. هلعب لهم فيه محبة ألعاب كده عشان نتوهي ولادنا. وفي الاخر نقول تركات بتيجي في الامتحانات. اس حاتم قبل ما اقول الشرح التقليدي بتاعنا. تركاتك وحركاتك زي ما بيقوله. في حاجات عاوز تقولها لولدنا كده في الاول تقول بيها. اه يعني انا عندي فيه مشكلة في الخبر جملة اسمية بالنسبة لولدنا. يعني ولدنا خبر جملة فعلية احنا يعني معرفينهم ازاي يطلع الخبر من السنة اللي فاتت. ان هو يقول المبتدأ زي ادماله يطلعه الخبر. يعني دي احنا متعودين عليها لما انا ما اجي اقول مثلا المعلم المجتهد يشرح بجد. احنا تعودنا قبل كده ان احنا لما نيجي نطلع الخبر. حلم جد دي بس. اه. ليه تعليق عليها يا صحاتم. اه نفس الجملة كده او يعني كانت جملة شبيهة لها احد اولادنا الله بيشرح بجد. اه. يشرح بجد وهيقصد كلمة بجد دي يعني يعني جداني. يعني في الجد جداني. كان بيتكلم بجد. اه. ايه. فهيقولك يشرح بجد. طب اشرح بجد ايه بقى? يعني بجد تيجي ازاي. ما هي مجيش بجد خالص يعني. اه. فخلينا في الجد زي ما نصي صحاتم وخلينا في الجد احسن. اه الجد التاني اللي هو. اه. اه ابو الاب او ابو الام. اه طبعا احنا اتفقنا قبل كده. ان احنا لما اجي اطلع الخبر بقولي المبتدأ زا ادماله. يعني المعلم ده ماله. الاجابات المتاحة اللي بيجيلي بيقول لي مجتهد. والاجابات المتاحة اللي بيجيلي تاني قول لي اشرح. بجد. انا كتبت الجيم بتاعت اه بجد. ايهما اصح. او ايهما الصح. ده غلط. فيقول لي ليه? لو لاحظت ان هنا مكتوب المجتهد وليس مجتهد. يعني هنا معرفة. بعد كلمة المعلم جي بعده كلمة معرفة. ده نعت رسمي. اه وصفيته عرفيته قلنا ده دخلنا في شريعة النعت يعني برا كلمة خبر اصلا. اه انا حتى كتبتها لهم نعت رسمي. تمام صح. ام الزا ادقال على طول. تمام. وما كملش معنا الجملة. طيب ام الماله المعلم هنا ماله بيشرح بجد. انا عايز المعلومة اللي انا عايز اعرفها. عن المعلم انه بيشرح بجد. ام. ودي جملة فعلية هو. يبقى ده خبر جملة ايه? خبر جملة فعلية. صح؟ سعيد. تمام. يعني. بس الابنا يا صحياتم. عشان برضو طويت ولادنا. احنا قلنا يشرح بجد. طب المعلم عشان ولادنا برضو فتتها كلها. لو الكلمة التالتة كمان. اللي هي كلمة بجد. اللي هو هيستسني يشرح. ويخش لي عليها اقول لك ايه? المعلم المجتهد بجد. جات من ايه? يعني فسرت ايه دي? الفعل موجود. خلص. خلص على الحكاية وقال الخبر هنا بيشاور على كلمة خبر جملة فعليا. ان لم يزبق باللازي او اللتي. او ان لم يزبق باسم الموصول. تمام. يعني ممكن المعلم الذي يشرح بجد مجتهد. المعلم هنا ماله هيقول لي يشرح. طب اللازي دي ما هي اللازي دي. الاسم الموصول ده. الاسم الموصول اه. اه. يعني ابعد ابعد تماما الخبر عن جملة اللي جاية بعد الاسم الموصول. يعني ما هدي هدي مثال او السعيد بعد اذنك. لما يجي يقول لي ايه? المعلم. اه فيه فرق اهو. المعلم الذي يشرح بجد مجتهد. دي جملة مختلفة تماما. طالما انا شفت بعد المبتدأ اللازي. اي اسم موصول. الغي الجملة اللي بعدين مباشرة. اعتبرها مش موجودة. حط عليها فريم كده. اهو يعني اهو اعمل عليها اكس. المعلم هنا ماله مجتهد. هو ده الخبر. هو ده الخبر. لان الجملة دايما اللي بتيجي مع الاسم الموصول. ملهاش دعوة بخبر ولا بنعته ولا باي حاج. جميل قوي. طيب. التريك اللي حضرتك طلبتها مني في انواع الخبر او الخبر الجملة الاسمية بالاخص. دي واقعة بنقعة فيها اولاد. فانا يعني ايه? انا حد اتهالهم ان انا لما اجي اقول الخبر الجملة الاسمية. انا هقول ماله. انا هقول ايه? ماله. هيديني ثلاث حاجات. لما اقول له ماله. واداني الثلاث حاجات دول. يبقى ده خبر جملة اسمية. ايه هي الثلاث حاجات? اه. بنقولها الولاد ما نكتبها. المبتدأ زائد ماله هيديني واحد اسم متصل به ضمير. يبا لازم اسم متصل به ضمير. ده ده شروط رقم واحد. تمام. الضمير ده يعود على المبتدأ. الام. اه. اه. المبتدأ اللي هو المعلم تاع الجملة. ايوا. ماشي? زائد تكملة. ولازم يكون فيه تكملة دي. دي رقم واحد. اتنين حرف جر او ظرف متصل. خلي بالك من كلمة متصل. خلي بالك من كلمة ايه? متصل به ضمير زائد تكملة. تلاتة ضمير منفصل زائد اسم. ايه ده? على فكرة. مم. مش الاصعب بقى. التوها الاخيرة. ده حقيق على فكرة. احنا هنشوف. فاحنا عاوزين لأولادنا ما هنعاوز بقى عشان يبقى نركز او يركز في التلاتة. بس يركز لقاوي في الضمير المنفصل. لان حالة حلوة كده بتخليك انت تفصل بحاجة معينة. بس بس لما توصل ليها. اقول لك عليها واركز انا انا شخصيا كنتم اطلقت في ايه? احنا التلاتة لازم نركز فيه. جميل. احنا اتفانى السعيد قبل كده. نطالب مدرسة على الهواء آآ غير. الحقيقة? كلمة غير دي. كلمة غير ان هو مختلف لازم يكون مختلف عن اي حد. لازم يكون هو بيقعد. هو حاسب بتميز. تمام كده. لازم نقول لولادنا كده. مش هنقول عشان انت الاول الاول انت وانت بتدرس معنا احنا مش عشان احنا. احنا بنقول ان احنا بنديك المعلومة مغلفة في صورة. انا هقول آآ غلاف هتحتاج انت في كل مراحلك التعليمية من بقول من الصف السلسل الزائل غاية الصف السلسل السنوي. فعشان كده بنقول خليك مركز في جزئيات حتى لو. وانا حكيت لك كم قصة دي. الاولى يا ساس حاتم عشان ما نخرجش باولادنا. اه. العلم نوره ساطع. العلم نوره ساطع. نوره ساطع. تمام. لما انا هسأل سؤال وقول لك العلم احنا تعودنا ماله. احنا احنا تعودنا على كلمة ماله. اللي احنا متعودين عليها من وحنا صغيرين. من السنة اللي فاتت. هنقولوا احنا صغيرين من السنة اللي فاتت. العلم ماله يقول لي نوره. لا. ساطع. لا هو مين اللي ساطع النور? مش العلم. هي كلها على بعضها كده. العلم نوره ساطع. طب ايه الدليل على كده او ايه الرابط في كده? قال لي هو دي دي الرابط الخاص بمين بالعلم? يبقى العلم كلمة علم. الهاء دي عيدة العلم. تمام. عشان كده انت لو غيرت العلم دي للشمس. هتقول نورها. تمام. او نورها. الهاء هنا هتعود ايه? بقت بدل هو. بقت هاء. عشان يا شمس. فبقت ايه? اختلفة. تمام. طب اعراض دي ايه بقى? ام. ودي? قال لي ده مبتدأ ثاني. عشان ده اول. ايوة. عشان ده مبتدأ اول. مبتدأ الكبير. اه. دخلت بقى لقيت في مبتدأ بقى تاني. بقى تاني. عشان يقبأ اول اخام اتنين. وكلمة ساتق خبر المبتدأ الثاني. عشان تقبأ على بعضها. اه. يبقى صغير مع صغير اتنين اتنين. الله نور عليه. تمام. طيب المبتدأ الاول ده مبتدأ عادي مانوش دعوه. فين خبره? لازم يكون له خبر كبير. اه. دروه ولا ساتع الاتنين مع بعض. الكبير لازم يبقى خبره كبير. تمام كده. يبقى كده لازم لاتنين على بعض نجمع اتنين صغيرين يديني واحد كبير. الله نور عليه السابت. تمام كده. يبقى هنا هنقول عليه اعرابها السابت ايه? والجملة الاسمية. من المبتدأ والخبر في محل رفع خبر المبتدأ الاول. تمام. ماشي? دي الطريقة اهو. انا لاحظت حاجة السعيد. انه نوروه دي اسم. مم. خلي بالك. نوروه دي ايه? اسم. اسم متصل به ضمير. يبقى نركزنا اوي اسم. عشان نقول ها عشان هي خبر هيبقى جملة اسمية. يبقى لازم في اسم. والضمير ده ومش اي ضمير. مم. احنا قلنا الضمير ده لازم يكون خاص بمين? ملكية خاصة للمبتدأ الاولاني. اه. طب لو مش ملكية خاصة للمبتدأ الاولاني. لا ما يبقاش خبر جملة اسمية. مينفعوش. تمام. مش متاعه. تمام. يعني مسلا اما اجد سؤال مسلا وفي خبر برضك. يعني فيه خبر. لما اجد اقول مسلا اه المصريون. اصدقاؤنا. المصريون اصدقاؤنا. يعني احنا مش مصريين مسلا. وقلنا المصريون اصدقاؤنا. هنا ايه اللي هيحصل? قال لي طب هنا يبقى خبر جمنة اسمية. هقول له ازاي خبر جملة اسمي. قال لي ما هو في ناء اهو ضمير. لا يا باشا. الضمير ده مش يعود على المصريون. اه. الضمير ده لا يعود على مين? على المصريون. بدليل ان انت لو شلت النادية وقلت اصدقاء بس. هتقول ماشي الحال. تمام كم. المصريون اصدقاء السودانيين. ماشي اي حال. اي حال. مفيش عندي مشكلة. اه. يبقى هنا اقدر اشيلها اقدر استغنى هنا ده خبر مفرد عادي جدا. ليه خبر مفرد يا عم ام هو متصل بضمير اهو. قلت له لا لان الضمير ده مش طاعة المصريون. الضمير ده بتاعنا احنا. تمام. ده بنتكلم عليه احنا. طيب الجزئية التانية او الفقرة التانية من الخبر الجملة الاسمية ودي اصعبهم ودي بتيجي في ثالثة ثانية ونخلي بلاك نفس السعيد. لان انا عندي هنا انا اعربت الاسم اللي متصل بضمير اعربته مبتدأ اول. واعربت الاسم اللي جاي بعد الاسم المبتصل بضمير خبر المبتدأ آآ عفوا مبتدأ ثاني. وعربت الاسم اللي بعده خبر للمبتدأ الثاني صح كده هنا بتحصل عندي عملية ايه عكس بتحصل عندي عملية عكس زي ما اجا اقول مثلا ايه المعلمون لهم فضل عظيم المعلمون لهم فضل عظيم هرجع تاني واتكلم واقول المبتدأ عشان اطلع الخبر بتاعه بقول ماله المعلمون دول مالهم هتقول لي فضل عظيم يعني ايه فضل عظيم لهم فضل عظيم هي برضو اللي اشارت هتكلم عن ايه لهم ايه بقى دي حاجة تانية لكن هي كلمة لهم الضمير بتاعهم ده ربط الدنيا يعني بوازل الدنيا هناك كان الضمير مش بتاع المصريون ماشي فخلينا الخبر مفرد لكن الهم دي خاصة بمين خاصة بالمعلمون هنا اصبح خبر جملة اسمية خبر جملة ايه اسمية طفين المبتدأ الثاني هيبقى لهم عمر ما المبتدأ هيجي جره مجرور يعني المبتدأ عمره ما هيجي جره مجرور ام المين بقى يا باشا كلمة فضل هي دي المبتدأ الثاني يبقى اللي اتأخرت دي اللي بدحرجت الورا دي هي اللي المفروض سبقها خبرها يعني اتقدم عليها الخبر بتاعها فعشان كده هيتأخرت بقت هي المبتدأ اللي موجودة كلمة فضل الله ينور عليك ولهم هنا جره مجرور في محل رفع الخبر المبتدأ السان يعني ده بقى ده ده خبر المبتدأ الثاني مش مش عنا نعمله تفصيلي ده خبر الثاني اهو طب والجملة الاسمية اهي الاسمية نفس الكلام في محل رفع خبر المبتدأ وفي دي الحلقة الخاصة بتاعت الجره المجرور دي اه اللي تقدم ده الجره المجرور عشان كده يا استف سعيد لما كنا بنطلع معاهم السنة اللي فاتت ولما كنا بندي زمان الصfree الخامسة الابتدائي كنا نقوله ايه القعدة بتاعت بعد الجرى و المجرور المضاف إليه دي مش صح اه عشان هنا فيه جره مجرور اهو جبع ديه مبتدأ también عشان كنت دايما نقول لك ايه دي قعدة خطيرة جدا اوعى تسمع هوا؟ سمع بيه. اوعد صدقها. لا صدقها. انا اللي بقول لك على مسؤوليتي صدقها. بس في مرحلتك انت بس. مرحلت اقول عبداد يوم. اه لا انا بقول اه. لا مرحلت سلسلت ده. ما هو طلع بصنا السعيد طلع التنبؤ بتاعنا صحيح. اه اه. طيب اه ممكن جملة تاني اه. لما اجا اقول ايه مسلا? انا قلت بس الاول كلمة لهم. احنا قلنا جره مجرور. عشان كده في كلمة في الحالة بتاعة الجره المجرور. الخبر تقدم على المبتدأ. تمام كده. هي تقديم المبتدأ على الخبر دي. هنا ميبقاش خبر جملة اه خبر شيفي جملة. تمام. للمبتدأ الاول. اه ايوة الله ينور عليه. هي يا بقى التأكيد على دي. اه. ان شوف انت قلت ايه? جره مجرور دماغه راح لكلمة شيفي جملة. ما هي? ما جره مجرور. ايه اللي فيها? الدنيا هنا اختلفت. لان هو له عارف التركيبة بس قدمنا حاجة على حاجة بس. طب سؤال هو السعيد. اه. نرجع للجملة دي تاني. لو قال لي استخرج خبر شيفي جملة وخرج لي لهم. تنفع لو تنفعش. ما هو ده بص كده. لو انا حبيت اقولها بقى. الفضل لهم. مش لهم ده خبر شيفي جملة. لو الخبر التاني. اه. يبقى صح. يبقى صح. مش غلط. طب انا السؤال بيجيلي في الامتحان ازاي? اه. السؤال موجود في كتاب المدرسة بالنص. الطيور لها غريزة العودة الى الوطن. تمت تبنيلنا في ورقة تانية في السعيد. على فكرة. اه. دي هي. انا دايما هقولك بس حاجة. ليه ليه سؤال عنك. يعني. انا طرح مش هقولي المحافظة اللي بتتميز بالبوكل لانه صحاتي مش هقولي محافظته. بس انا حاس ان انت ايدك بخيلة شوية في الورق. يعني هو توفير اه بس مع الطلبة بتقول انا مش كده. هو ما فيش محافظة تتسم بالبوكل الصعيد بالعكس ده اه يعني المحافظة. مش هقول محافظته اكي خلاص انا مش اعلم. احنا معلش بيعني خلينا نكمل. احنا في كرم كرم برنبال. اه. الطيور لها غريزة العودة الى الوطن. دي سؤال موجود في كتاب المدرسة. وقال له اعرف كلمة غريزة. ولادنا بتقع اللي بعد الجر والمجرور مضافئ ليه? اعربوها مضافئ ليه? دخل على كلمة مضافئ ليه. اه انا بقول له لا. غلط. احنا قلنا قبل كده ايه? المبتدأ الاول بص بقى مهانا بلعب. ده انا انا شغال حلو قوي. ام. الطيور ما لها? لها غريزة. كلمة لها الاول. اه. هي الطيور. اهو كله مرتبط ببعض. ام. لها غريزة هنا ده خبر جملة اسمية ده مبتدأ فان? ده مبتدأ ايه? ثن. ماشي? طب لو قال لي ايه? في سؤال. الكتب لي بص بقى هو الكتب لي مفيدة. الكتب لي انا مفيدة. قال لي اقرب كلمة مفيدة ما هو نفس الشكل اهو. هقول له خبر. الله. طب ارمي ليه كده? اه. ارمي ليه. مفيدة. مفيدة. الكتب مفيدة. صح والله غلر? تمام. ادت معنا ولا ادتش معنا? ادتني خبر انا ادتش خبر. طيب لو احنا عكسناها بقى. الفرق اصلا. اه. الفرق. الفرق ان الضمير اللي هنا خاص بالطيور يبقى خبر. عائد على ده. اه. خبر مبتدأ. تمام. لكن الضمير هنا خاص بي انا. ليه? اه ما احنا قلنا عائد علي. اه. مش بتاعت مش بتاعت خبر. مش بتاعت المبتدأ. تمام. اللي موجود معي. عشان تجعله ضمير ربط اللي عمي. ولا كأني اليوم ايه لازمة طالما الضمير طالما الضمير. لا يعود على المبتدأ ولم يكمل الجملة يبقى خلاص بينشيله خلاص. تمام. بنكبره كنوع من انوع اللي ايه? الحشو اللي موجودة خلاص. ماشي. يبقى الطيور لها ايه? غريزة. ادي جره مجرور جيه. واتشعلبت الدنيا. بدل ما هناك كان مبتدأ ثاني. لا بقى المبتدأ الثاني جاي بعد الايه? الكلمة ورقم ثلاثة. بعد المتصل بضمير. طب انا ما اجي اقول مسلا سؤال. العلماء. لديهم القدرة على تقدم البلاد. انهم يقدموا البلاد يعني. قال العلماء ما لهم القدرة. غلط. لديهم. العلماء ما لهم لديهم القدرة. اه. قال لي طب ما لديهم حلو خلي بالك. المعلومة دي انا عايزك كل واحد بيتفرج عليها على الحلقة. يخلي باله ان اللدى دي ظرف. لدى ظرف. لدى ومعه ظرف. اهم اللي اتنين هم. بعملها لكم هم. اللي اتنين هم. لدى ومعه ظرف. معه من غير تنوين. اه. معه من غير تنوين ظرف. ايه. معه بيت حاجة. اه. ماشي. لدى ظرف. وانا قلت في القعدة في الاول. لما اقول ماله يديني حرف جر المتصل به ضمير. او ظرف متصل به ضمير. يبقى انا عندي ايه? خبر جملة اسمية على طول. الهم دي بتعود على مين? قال لي على العلماء. يبقى هنا ده خبر جملة اسمية. طبعا ما جعلب. قال لي كلمة القدرة مبتدأ ثاني. وهنا الظرف. هنا ايه? بنقول على ايه? ظرف وانضاف ايه? هم. هنا شب جملة للمبتدأ الايه? الثاني. والجملة دي كلها خبر المبتدأ الاول. اه انا عاوز بس نخلص الخريطة واللعبكة اللي اولادنا ديت. ان انا عندي جر ومجرور. عندي جر ومجرور. شفت اللي هي التقديم المبتدأ على الخبر. اللي استوالحاتي معامل مركز عليه قوي. انا لقدم مبتدأ على خبر. بتاع ده خبر على مبتدأ. المبتدأ الخبر ايه? الخبر على المبتدأ. الخبر يبقى كما هو خبر. ولكن خبر لمبتدأ فان موجود عندي. اللي اتنين على بعض كونولي جملة اسمية. جملة اسمية. الاخ الصغير سبق الاخ الكبير مش قضيتي. يعني عارف اللي هو ايه? حد سبق حد. حد تقدم على حد. ولكن في النهاية ادتني التركيبة. ان في خبر مقدم وفي مبتدأ مؤخر. الاتنين ادوني جملة اسمية. بالترسيب المختلف. هل بيجي لي هنا اه ممكن يقول لك استخرج خبر جملة اسمية. طب لو قللي قرب كلمة القدرة. القدرة مبتدأ ثاني مرفوعة لما ترفع الضمه. طب لو قللي العلماء لدينا مكرمون. يعني الجملة اهي اهي. العلماء لدينا مكرمون. معلش انا هحطها تحت كده. لان انا انا متعمد احطها في الجزئية دي. عشان اقول الفرق ما بين رقم اهي. ما بين دي. والفرق ما بين دي. قال لي شمعنا هنا مش خبر جملة اسمية. قلت له له لان عندي هنا الضمير بتاعهم بيعود على العلماء. اه يعني فيه ضمير يعود على العلماء. الضمير اللي هنا لا يعود على برضه. طالما لا يعود يبقى باستبعد ويبقى مكرمون هنا الخارج من الليلة بتاعت ايه? كلمة خبر مقدم اللي احنا اتكلمنا عنها. تمام كده. اه 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 اStr. هقول لك على حاجة هنا انت كي في حدا في الجملة الاسمية? يعني لما يكون الخبر طالما انا انا اقولها كده بسرعة كده? اقولها اقول عندك. لو جاي بعد المبتدى ضمير بعده بقى ضمير لوحده بقى. المنفصل. اه. ده ده لازم ده ده لحضرك قولتها. ده لازم. اه ده شعبت. ليه بقى? اه. لان انا عندي مشكلة كبيرة بقع فيها. مشكلة كبيرة انا بقع فيها ايه? ان انا ممكن استغنى عن الضمير. الضمير لا يستغنى عنه. اه. الضمير زي ما بنقول كده في علوم الشرعة. في علوم المراس عصبة. اه. لا يستغنى يقبل قطعة شطرنج زي ما بيطبية. اه. مسلا في في القطعة لو كان الناس اولادنا يستغنى بلعاب شطرنج. المهم انها قطعة رئيسية ما نقدرش نشيلها. يعني ما اجاولي طلبت مدرسة على الهوى هم المستقبل المزهر. خلي بالك بقى هنا. دي جملة اسمية. طلبة مدرسة على الهوى. طلبة مدرسة على الهوى. طلبة مبتدأ. بدأ تبيت جملة هو. مدرسة نكرة زي ابنكرة لا يقبلن قلب. اه. الطلبة المدرسة. ما ينفعش. يبقى ده مضاف اليه. تمام. جره مجرور. الضمير ده طالما تواجد لازم اعمل حسابه. فهو المشكلة في ايه بقى? ان ابننا لم يقوا لي طلبة مدرسة على الهوى. المستقبل المزهر الجملة ماشي على فكرة. اه. الجملة ماشية. فهو ده اللي انا بقع فيه. يعني هو ده اللي انا بقع فيه. يعني ما حصلش اطلة قوي يعني عارف اللي هو اللي هو اللي هيقولها ممكن اه حد محترف زيادة اه التي توقع منو لكن العادي هيمشيها. هتمشي معاها. تمشي هي اه انا لو شلتوا هم تمشي. اه. يعني انا لو شلتوا هم تمشي. اه. ويبقى المستقبل هو الخبر. بس المستقبل conceptual هنا خبر كل احواله جوه بره اه على الا قاعد عن ناصي قاعد بره هو مبتد. النصيحة اللي انا كنت بقولها دايما. يقبأ ثبتة. اه. اي ضمير لغاية تانية سنو. يعني لغاية تانية سنوية ترمي الاولان. اي ضمير في اي مكان في الجملة. اي ضمير منفصل في اي مكان في الجملة يعرف مبتدأ وما بعضه خبر. يقبأ مبتدأ. اه. عشان ولادنا ما يخشوش في حتة تانية. لو قبليه مبتدأ يبقى مبتدأ ثاني. يقبأ برضو مبتدأ. اه. يقبأ في النهاية هو واخد لقب مبتدأ. اه. ما ابتداش بقى بيه هو دخل جوه وعده. المهم الضمير المنفصل جوه الجملة مبتدأ. تماما. يقبأ منتوش مع اولادنا. اقول بس حاجة لساعات لما تيجي مسلا اه جزء حتى انا كنت دايما اقولها لولادنا حط في صف السادس. لو جيت اقولك مسلا رقعتها الفجر. لو جيت اعرف بقى هنا خير من الدنيا وما فيها. نكتبها. اهي مكتوبة. يعني اولادنا هتشوفها دلوقتي وهم هشوفوها وانت هتشوفها. ده الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول كده وانا بقولها لولادنا عارف دلوقتي ليه? تحديدا والله. انا متحمد اقولها عشان انصحك بيها وانصح نفسي بيها. انا التزمت صلاة الفجر فترة وانقطعت. الحديث ده رجعني لها تاني من فترة بسيطة اه. هي حتة الفجر. حتة الفجر. وهقول لك دلوقتي اه اه فقه كده. المقصود بركعات الفجر ايه? بس الاول نعرفها وبعدين اقول لك واحنا بننهي حلقة تقولها اعدادي المقصود بكلمة ركعات الفجر اللي هي خير من الدنيا وما فيه. نحويا ولا انا هقولها دينيا لكن تقولها نحويا. اه طبعا عندي ركعتها الفجر اه موجودة قدامنا. اه هي مش مهم كتابة. انا عاود بس الاول. انا كله ده بقى استخرج الخبر يا شحك. اه. الخبر هو خبر نوعه ايه? اه. واحنا قلنا قبل كده ان المسنة ازا جاء بعض ومضاف ايه نشيل النون. حلو. ما باشرح ايطان الفجر. اه يعني حتى احنا اولادنا بتوع اه تالت عدادي لما شرحنا المنادة. قلنا المنادة المضاف لما بيبقى جاي مسنة او جمع بنشيل النون بتاعت الايه? اه. الاضافة بتشلك الان. اه. 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 فركعتها هنا مبتدأ مرفوع وعلامة رفعيه الالف. تمام. وهزفت النون للاضافة. حلو. ناكرا زاد معرفة مضاف اليه بقى الفجر مضاف اليه. ركعت الفجر ملهم خير من الدنيا وما فيه. خير هنا هو الخبر والخبر مفرد. هي بقى دي اللي انا يعني انا بقلت ركة ليه? ولادنا لما بيشوفوا الدنيا على بعضها كده باسماء كتير زي ركعتها والفجر وخيره ما بيعرفش يرجع يستخرج الخبر. يعني ما بيعرفش كده يقفش الخبر يقول هو ده. انا لو قفت على كلمة خير. صح? ايوة صح. وتقفل الجملة? خير من اي شيء بقى انت هتقوله لو ما كملتش. لكن كلمة خير دي هي علامة على ان الخبر جه. قالت على الحكاية. بقول الحتة الدينية المقصود بركعة الفجر هي سنة الفجر. اللي هي قبلية. اه اه السنة. فما بالك يعني دايما الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاتهش رحديت كلمة ركعة الفجر. اتقال عليها انها هي سنة الفجر. فما بالك اذا كانت السنة سنة الفجر. خير من الدنيا وما فيها. فما بالك بالفرد. اه طبعا. يعني يعني ده هي القيمة في هنا. انت السنة خير من الدنيا وما فيها. دي ركعة الفجر. فالفرد بقى يبقى ايه? اللي هو الصبح. اللي هو الصبح بقى. اه. يعني في احجاة حقا بتدخل بيتخش علينا اصلا يعني مسلا بنقول ايه ان بنصلي ركعتين وبعد كده بنصلي ركعتين الفجر اللي هم الفرد. وبعد كده بنروح نصلي الصبح الصبح تقريبا يعني. اه 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 اه. الناس بتلغبط الدنيا في بعضها. لا. هم ركعتين فجلها سنة الصبح. لكن الصلاة اللي بنصليها ورا الامام اسمها صلاة الصبح. صلاة الصبح. اه اه يعني انا اه حلقة اقول لها اعدادي يعني عارف بتلفظ انفاسها الاخيرة. عاوز اقول حاجة. اه. اه. انا اخيرة. طيب. لما اجا اقول ايه? اه انا بحب العلماء اوي. جميل. لما اجا اقول العلماء يعرفهم الناس. او يقدرهم الناس. ماشي? اه. ولادنا سعاب بيطلعوا دي. يقول لك انت قلت في ضمير وهم ده بيعود على العلماء. انت حضرتك سعاب بتقول ايه? يقول لي خبر جملة اسمية. وايه وعلى الحلقة هتقفل اصحي. لا مش هقفلها. اه. عشان لو افر. اه. حتى لو هتقفل هنزود. ما مشكلة. دي غلط. اه. ليه? تمام. حضرتك قلت لمنتصل به ضمير يا جدعان. انا انا حددت. انا حددت قلت اسم متصل به ضمير. او جره مجرور او ظرفه متصل به ضمير. لكن ما قلتش فعل متصل بضمير. اه. شفت بقى انت يعني كلمة ضمير متصل 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 بالضمير. انا محدد. انا محدد جميل اللي هتصل بالضمير هو الاسم. تمام. حب الفعل اتصل. جملة فعلية. زي ما هي. العلماء منهم يعرفهم الناس مليش دعوة. اه. مليش دعوة باي حاجة. هو ده خبر جملة فعلية. طالما تواجد الفعل. بخبر جملة فعلية. يعني طالما تواجد الفعل بعد المبتدأ على طول خلاص يبقى ده خبر جمل اسمية. آآ عفرة. خبر بخبر جملة فعلية. تمام. لكن ما تجيش تقول لي يعرفهم خبر جملة اسمية. ليه? ما انت حضرت قالت قبل كده لو متصل بي ضمير يا عود على المبتدأ اي Bam علشان كده حاضرتك لما جيت كتبتها في اول حلقة قلت ايه? قلت اسم وحطت حتي يا مليون خط وقلت لك خلي بالك من كلمة اسم. او حرف جر او زرف متصل به ضمير بيعوده على مين? بيعود على المبتدأ. على المبتدأ الاول. اه. على المبتدأ اللي هو الاول. اه. طب لو فعل يبقى خبر جملة فعالية برا اللعبة خالص. يعني برا الموضوع خالص تماما. يبقى انا هنا ده عندي خبر جملة خبر جملة فعالية. هي دي دي اللي الولادنا بيقع فيها. يبقى انا عندي مهما توجدوا الضمير الضمير يتوجد في اسم والخبر جملة اسمية اسم حرف جر زرف زائد ضمير يعود على المبتدأ خبر جملة اسمية فعل لو حتى جاي معه ايه خبر جملة فعلية اتغير النوع على طول يقب ده يعني انا هقول بس هديك جملة كده اخيرة عشان انا هاختم بعدها مباشرة يعني لو قلتلك دلوقتي احنا عندنا خبر وجملة اسمية وجملة فعلية انا عندي الحاقة ما الحاقة وانتهى الولادنا قبل كده حتى بتوع الصف السادس الحاقة الاولانية دي بتسمى ايه وصحات المبتدأ ايه مبتدأ اول اه مرفوع علامة رفعه طيب وما اللي موجودة عندي اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع المبتدأ الثاني ده لولادنا نعاوز بس عسانة زويدة عشان نختم بعدها واقولك بقى الحاقة التالتة اللي موجودة في محل رفع خبر المبتدأ الاول اللي هو الحاقة اللي هي نفس اللي احنا بنتكلم عنه خبر اول خبر تاني اللي هي لكلها على بعضات داتني مجمل الباكيجي اللي حضرك بتكلم عنها اللي هي كيتمالي استفهامية والخبر التاني عملية الجملة الاسمية اللي حتى بنتكلم عنه قونا عندي الحاقة الاولانية مبتدأ اول ده مين ما اسم ووصول مبني في محل رفع المبتدأ اسم استفهام مبني في محل رفع المبتدأ الثاني والحق خبر للمبتدأ الثاني اللي هو ما الاتنين على بعض الاتنين الصغيرون الصغيرين يدوني جملة اسمها لمبتدأ للمبتدأ الاول ودي منقول عليها ايه حصريات السعيد يعني احنا بنقول سعيد دايما بيجيب لنا حاجات بتبقى يعني اعرف القرآن ده صعب أولادنا ونهينا بالقرآن وأقول لكم السحاتم شكرا وكانت الحلقة ثرية حلقة قولة إعدادي وأنواع الخبر بقول لأولادنا حلقة قولة إعدادي انتهت انتظرونا الأسبوع القادم إن شاء الله مع حلقات جاية كتير قوي نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا